التحذيرات الاستباقية من هجمات سيبرانية التي أطلقتها المؤسسة الأمنية في إسرائيل عاشية إحياء يوم القدس العالمي تحققت بالفعل مع تسجيل مئات الهجمات التي استهدفت مواقع وبنا تحتية ومؤسسات عامة واختراق كثير منها بحسب ما ذكر التقارير الإسرائيلية وبرغم الاستنفار الذي أعلنه ما يسمى جهاز السايبر القومي الذي يعنى بصد الهجمات السيبرانية واتخاذه أجراءات دفاعية ووقائية على هذا الصعيد جرى تسجيل أكثر من مئة هجوم سيبراني حيث ذكر معلقون أن الهجمات هذا العام كانت عالية الكثافة مقارنة بالسنوات السابقة كجزء من حملة مؤيدة للفلسطينيين وبالفعل أعلنت مجموعة قراصنة أنترنت تطلق على نفسها تسمية أنونيموس سودان إضافة إلى عدد من المجموعات من دول أخرى متعددة أنها بدأت هجوما سيبرانيا واسعا ضد مواقع إسرائيلية ضمن ما سمته عملية القدس استهدفت البريد الإسرائيلي وشركة الكهرباء ومراكز دراسات وجامعات ومجموعة من البنوك الإسرائيلية التي سقط قسم من مواقعها الإلكترونية بينما انهار القسم الآخر منها وأكدت التقارير الإسرائيلية أنه منذ يوم القدس العالمي الذي بدأ يوم الجمعات الماضي نجحت عشرات الهجمات في إسقاط كثير من المواقع المستهدفة وتمكن المهاجمون من تخريب مواقع إلكترونية بشعارات معادية لإسرائيل واختراق الكاميرات وأنظمة مراقبة المياه والاستيلاء على قواعد البيانات لمواقع متعددة ووفقا للجهات المهنية ذات الصلة في إسرائيل فإن حجم الهجمات وخطورتها أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة وفي بعض الحالات جرى استخدام أدوات أقوى بكثير من تلك التي شهدت في السنوات السابقة ذروة الهجمات السيبرانية ذات التأثير في الوعي الإسرائيلي سجلت مع النجاح في اختراق البث التلفزيوني في منازل الإسرائيليين وبث مقطع فيديو يعرض هجمات وقصفا صاروخيا ويبث تحذيرات للإسرائيليين بأنه لا أمن ولا أمان لهم في فلسطين المحتلة ترجمة نانسي قنقر